لم تنجح محاولات تل أبيب التسلل إلى مطار بيروت الدولي من خلال شركات طيران أوروبية فلبنان لا يسمح لشركات إسرائيلية بالتحليق في أجوائه ولا باستخدام مطاره الدولي القرار أكده مجددا المدير العام للطيران المدني ورئيس مطار بيروت فادي الحسن الخطوة اللبنانية ليست جديدة وتتكرر كلما أعادت تل أبيب محاولاتها تسجيل خرق في الساحة اللبنانية قرار مديهي وطبيعي لأن لبنان ما زال يطبق قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عن جمع الدول العربية مقاطعة كل الشركات التي تدعم الكائن الصهيوني نتمنى على مكاتب المقاطعة في الدول العربية أن تطبق قانون مقاطعة إسرائيل منع شركة الطيران القبرصية جاء بعد كتاب وجهه رئيس المطار إلى وزارة الاقتصاد بشأن الشركة التي ستتولى تقديم خدمات النقل الجوي بين قبرص ولبنان فمديرية الاقتصاد أكدت ورود اسم تلك الشركة على لائحة الشركات الإسرائيلية ما يستوجب منعها عملا بقانون مقاطعة إسرائيل لبنان شكل عقدة نفسية للكيان الصهيوني لأنه هزم على أرض الجنوب دون قيد أو شرط واندحر لذلك هو يريد أن يسجل نقطة معنوية لكي يقول أنه رد أصاع للمقاومة في لبنان القرار اللبناني ليس جديدا فقبل ذلك طلطت تل أبيب خلف الشركة القبرصية وكانت هناك محاولات مماثلة من خلال شركات أخرى منها شركتا طيران أوكرانيتان وقبلها شركة بلغرية ومهما تغيرت الأسماء فالقرار اللبناني سواء من إدارة المطار أو في المديرية العامة للاقتصاد يبقى واضحا ومفاده بأنه لا مكان لأي خرق تجاري إسرائيلي في لبنان مرة جديدة تحبط بيروت محاولة لشركات طيران إسرائيلية للسفر إلى مطارها من خلال الاختباء خلف شركات طيران أوروبية تملك تل أبيب معظم أسهمها عباس صباغ بيروت الميادين